اشتركوا في القناة ركنية وليام هي الركنية التانية ادي تجاني والضغط من وليام جبور جمعة على التنفيذ الركنية يلعب الركنية على الايم البيت وليام حفني يمر حفني من ابراهيم الحاسي حفني والتزديدة انما تيجي يفتجاني شمس الدين لسه كرة منطقة الجزاء والتزديدة من وليام جبور عنده فرصة وليام جبور يسدد تزديدة حلوة حلوة وليام جبور يسدد داخل منطقة الجزاء واول اهداف اللقاء لفريق طلاع الجيش وليام جبور هدف الدوري الممتاز برصيد سبع اهداف يضيف الهدف التام اللوف في المسابقة واول اهداف اللقاء واقع تيجاني شمس الدين في الكرة اللي فاتت انما لاعبي طلاع الجيش لعبه في الكرة اللي فاتت ورأسه افريقية ما بين وليام جبور اللايبيري وإسلام جمال تزديدة حفني استضمت بتجاني شمس الدين إنما كمل فيها مرة تانية وليام وسدد وباسم وضع الكرة أمام وليام مرة تانية لسدد الكرة وحطها في الآيم القريب للحارس العقباوي ليعلن عن هدف أول لفريق طلع الجيش شفنا في الكرة اللي فاتت تجاني استضمت بيه الكرة في بطنه إنما وليام سدد تزديدين والأخيرة على شمال الحارس العقباوي تمر من تحت إيد محمد العقباوي واحد طلع الجيش لشيء المقاولون العرب وهدف في الضيئة العشرة وليام من قد وليام جبور اللايبيري هل يعود سريعا المقاولون للمباراة مرة تانية إبراهيم الحاي تبيها ركنية هذه الضغط من اللاعب صلاح أمين وتزديدت وليام جبور ومخرج اللقاء أحمد الهن والوحدة اتنين وعشرين بيعيدوا الهدف مرة تانية للليبيري وليام جبور مرة تانية في الشمال حسام مرة تانية حسام عنده فرصة يعمل عرضية يقف على كرته مرة تانية ويرجع لحفني اللي بيلعب كرة حلوة يا سلام يا سلام يا وليام عرضية ممتازة من حفني من لمسة واحدة وليام جبور يقابلها رأسية ولا أروع يعلن عن هدف تاني لطلع الجيش هدف تاني في ديئة 12 بقول لحضراتكم مين قدوا مين قدوا وليام جبور في الدور التاني حاجة تانية يا عماد يا سليمان اتنين طلع الجيش لا شيء المقاولون شايفين اللمسة الوحدة والعرضية يا سلام عليك ولد يا سلام عليك ورد حاطت الكرة من لمسة واحدة اي من حفني على دماغ وليام جبور في الزوال قريبة للحارس العقباوي يضع الكرة على يمين العقباوي اتنين طلع الجيش لا شيء المقاولون بداية موفقة مفيش كلام لطلع الجيش خطفوا فيها فريق المقاولون العرب المستفيق في الدور التاني تحت قيادة خلف مدافعي فريق قبل حفني حفني لوليام جبور وانطلاقة من وليام جبور يقدر يسادد وليام جبور انما تغبط الكرة في اتجاني شمس الدين وتضعف وتوصل للحارس محمد العقباوي نويلها النهاردة وليام للاعب رقم سبعة محمد فاروق ده هدف وليام جبور الاول ورأس وليام جبور الاولى مع اسلام جمال هذه الرأسة التانية من وليام بعد الهدف التانية طرحاً كبيراً أمام فريق النادي الإسماعيلي سفر أربعة ثم الاستفاقة على فريق بوت علي في كرة اللي فاتت وليام جبور ومحمود عزة يعمل فاول وليام جبور يعمل التاكلينج ويلعب كرة وليام جبور عنده فرصة يمر من اللعب محمود عزة وليام مباريات المجموعة الأولى بلقاء الجونة وحرس الحدود وإيدد فريق الجونة بمدينة الغرداء أنه يحقق فوز غالي النهاردة بهدف على حرس الحدود النهاردة في ملعب المقاولون اللي بيستضيف فريق طلاعي الجيش انتهت المراوغة ويقدر يسدد حفني إنما يطلحها وليام جبور يسدد أعلى عرضة العقباوي في غياب الرقابة وليام جبور ياخد الكرة المرتدة من اللعب تزديدة حفني بنشوفها مع بعض ترد من محمود عزة مرتدة إلى اللعب وليام ما بيتواناش علي توصل لزيكا زيكا وإسلام ياخد إسلام جمال وليام جبور وانطلاقة من الطرف اليمين وليام جبور وليام لحفني لوليام جبور مرة تانية يدخل منطقة الجزاء وليام جبور وتزديدة إنما تمر من أمام اللعب صلاح أمين صلاح بيكلم مع وليام جبور كان يقدر يلعب الكرة العرضية بإتقان أفضل من كده إنما عملها له من لمسة واحدة حلوة قوي أيمن حفني في الكرة اللي فاتت مرة تانية المقاونون العرب عماد سليمان مع حنفي قوة في الأداء ما بين لعب الفريقين وليام تشير واحد من نجوم الكرة المصرية ما فيش كلام كابتن كأس العالم بجواتي مالة الفين وثلاثة كأس العالم بجواتي مالة الفين وثلاثة حفني انطلاقة من حفني ومعها محمد عادل واقع في الكرة اللي فاتت تجاني شمس الدين وبيخرجها حفني دكتور سعد شعبان وليام ويأتي جاني في الكرة اللي فاتت وادي العرضية ويتمر الكرة من أمام وليام جبور ودفع من اللاعب صلاح أمين حكم اللقاء يحتسب داخل منطقة الست ياردات دفع على محمود عزت فاول لمصلحة المقاونون العرب بودلاء الفريقين بودلاء المقاونون العرب مصطفى جابر لحراسة المرمى حمد السيد وسوستة وشريف علاء والحملاوي واحمد جلال ورز اللي نزل بديل عن يلعب كرته سريعة توصل لوليام جبور وليام في الطرف اليمين وليام جبور ضغط عليه علي فاتحي وليام وعلي مش شايف وضعية المكان اللي هو فيه بنلعب في ديئة 32 من عمره أحداث الشوت الثاني تعادل هو سيد الموقف بين المقاونون وطلاع الجيش يا طرق هل يقدر المقاونون أن يصل للنقطة 15 النهاردة أم يكتفي بإضافة نقطة واحدة فقط